لما نتكلم على تجربة حضرية سواء تجربة قديمة أو معاصرة الأولى أن احنا نبحث عن جسور التواصل والاستفادة مش أن احنا ندور على احنا مختلفين معهم في ايه يعني هو المتطرف ده شخص تطرفه نابع منه أول ما يشوف حد مختلف دايما كل بني قدم على وجه الأرض في حاجات مختلف فيها مع غيره وحاجات متفق مع غيره المنطقي بنا كبشر نعمل ايه؟ ندور على الحاجات المتفقين فيها نتعاون فيها لأن ده اللي بيحرك حركة التاريخ وحركة الحضارة الإنسانية متضرف عكس كده وبيدور على أسباب الاختلاف والشقاق ويعمل على يعني إشعال النار زيادة بين الناس فهو شخص هو أدو للحضارة وبل أدو للدين هو نفسه طيب يعني حضرتك دلوقتي باحث في هذا الأمر هل مثلا يعني من نصائحك عندما نقرأ في التاريخ هل مفترض أن احنا نفصل الدين عن المجرى التاريخي أم نجمعهم مع بعض أم إيه؟ طيب كقاعدة أن إحنا يعني لما نتناول التاريخ التاريخ هو علم إنساني هو من العلوم الإنسانية بطل التاريخ هو إيه؟ الإنسان الإنسان ده ممكن يكون على أي دين ممكن يكون بيعطنق أي فكر تمام؟ فبالتالي أنا لما بخاطب لما بتكلم عن الإنسان ده وبخاطب إنسان تاني لازم أتعامل فقط كإنسان ده لا يتعرض في شيء مع اعتزاز الشخص أو انتماء الشخص بدينه بدينه صحيح يعني أنا بعمل كده ليه؟ أنا بعمل زي القادي يعني أنا قادي وقدمي وقائع وأنا بحكم على الوقائع دي من الأحداث نفسها تمام؟ مش من مين الشخص ده وإلا يعني برضو برد عليهم بحاجتهم ساعة يقولوا لأ إحنا بنقرام منطلق أن إحنا مسلمين وبالتالي ده بيؤدي مثلا ومش بس يعني بالمناسبة دي موجودة في أديان كتير الآفة دي لأي قراءة التاريخ من منطلق ديني أن أنت كده بتزكي اللي شبهك وبتعاصمه وبتحصنه من النقد بينما أنت بتبقى من البداية حاكم بالإدانة على اللي حواليك طيب حرد عليك بنفس أسلوبك لما نلاقي في التاريخ الإسلامي أن بين الصحابة نفسهم كان ممكن حد مش مسلم يختصم الصحابة عند الخليفة فالخليفة يقول للصحابة طب تعالى نشوف الحكاية إيه ويساوي بينهم طب لو بنفس الطريقة ما هو ممكن يقوله لا لا ده على ديني أنا بحصنه وتنسي تتكلم عليه كده ما ينفعش لازم أن أنا أفصل انتماءاتي عشان أكون موضوعي مش هقدر أقول كلمة محايد لأن محايد طالما أنا أصلا قلت رأي أو لو أنا قلت رأيي فأنا خلقت انحيازه ولو أنا انحست إلى وجهة نظر فده أنا كده انحست ليها بشكل علين لكن اللي بطلوبه دي طبيعة بشرية لكن اللي بقوله الموضوعية هي أن انتمائي الديني الفكري السياسي أيا كان هذا الانتماء لا يعقني عن أننا لما بص للتاريخ أبصله بمنظور إنساني أن بطل إنسان يتفاعل مع بشر طب لماذا لا ناقل هذا الفكر بداية من المدرسة يعني بنفهم الطلبة أو التلاميذ الصغيرين أن العالم يتسع للكثير من الأديان وحتى في داخل الدين الواحد هناك توجهات واتجاهات مختلفة لكن هم بينتموا لنفس الدين يعني لماذا لا يكون هذا موجود حتى نضمن جيل خالي من التعصب ومن الحقد ومن الرغبة في العراق بشكل دائم هو لازم يكون موجود ولكن برضو حقول حاجة لازم يبقى في توازن ما بين أننا من ناحية أخليه أفق واسع في التعامل مع الاختلافات ومن ناحية تانية أننا أخليه يعني عنده برضو السوابت المرتبطة يعني السوابت الوطنية السوابت المرتبطة بالتفاعل مع المجتمع بالانتماء للمجتمع تمام ما فيش مشكلة وفي نفس الوقت أننا أعلمه ما هو دي بقى النقطة أن فكرة وجود تعارض أصلا بين الانتماء وبين قراءة التاريخ أو النظر لي من منظور إنساني فكرة التعارض دي هي اللي لازم تتحارب يعني هذي المصدر الشرور نحو بيخلقوا حالة التعارض دي المتطرفين فلما أقضي على حالة التعارض بدل ما كل حالة التطرف لا أقضي على حالة التعارض دي أبين لك أن أنت كمصري أنا كمصري لما أجي أعتز بالحضارة المصرية قديمة ده لا يتعارض مع تزازي بالمكون العربي أو الأفريقي أو الإسلامي أو المسيحي أو أي أن كان إحنا كل دول والعكس صحيح والعكس صحيح يعني ما برضو في المقابل ما بالزبط لأنه التطرف يدعو لتطرف من ناحية تانية طب إحنا كده يعني كده إحنا هندخل في دائرة دائرة وخاصة أننا في مصر علينا أن يعني ندرك دائما أن إحنا مجتمع مختلط دينيا لا وإحنا مجتمع مستوعب لكل إحنا في مصر عبقرية المجتمع ده وعبقرية عبقرية مصر أن نحن في بوتقة واحدة نحن بنستطيع بالكل لما بقارن ساعات بين بعض المجتمعات لسه أتكلم مع صديق بيسألني ليه مثلا الدولة الفرانية فيها حروب بين الطائفة دي والطائفة دي أقول له أبسط حاجة أن هم اتعودوا أن المنطقة دي يتقلق المنطقة دي بتاعت المذهب الفلاني ومنطقة دي بتاعت العدين الفلاني منطقة دي بتاعت أتباع الطائر الفلاني بينما هنا في مصر العمرة الوحدة بتلاقي فيها دا ودا 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 أيها تمام فهي طبيعتنا فإحنا زي ما بلوهم إحنا مش بنخترع حاجة جديدة إحنا مجرد بنوقز هي طبيعتنا الحقيقة اللي إحنا لابد أن نحافظ عليها بالضبط بنوقز ما هو فينا إحنا بنوقز حاجة ما موجودة فينا والحاجة دي للأسف يعني من عقود مضت حصل اختراق ليها وفيه ناس بتحاول يعني فيه ناس بتحاول تخترقها زيادة وتستغل دا ضدنا فالحل إيه الحل إحنا نعرف نفسنا أكتر يعني الحل إحنا أعرف أنت مين وإنت عندك إيه الأول قبل ما تيجي تستقبل من غيرك حتى تؤكد أيضا هويتك وده مهم بضط لأن كمان نقطة تانية إحنا كمصريين إحنا مش بس مطلقين لا إحنا بنتلقى من الآخر وبنعيد الصناعة والإنتاج للتأثير الحضاري ونقدمه للعالم في صورة أفضل ولسه ضارب مثال بده بالمسيحية لما جات مصر بالإسلام والثقافة العربية لما جات مصر بقى العالم هو اللي بيجي لنا يتعلم مننا فإحنا مش بنالعى بدور مثلا المفعول به أو دور اللي هو زي ما يقوله جعلوه فنجعل لا إحنا بنتأثر وبنؤثر كمان فعشان نعرف نؤثر كمان بالشكل يعني الإيجابي لازم أن إحنا نفسنا نبقى متأسسين نبقى في الأجيال متأسسة بمعرفة تاريخها ومعرفة الرابط اللي بينه كمصري وبين هذا البلد وبينه كمصري وبين كل مصري تاني كل شخص مصري تاني عايش معه طيب هنعود برده بسرعة لبوضوع التاريخ اللي حضرتك بتؤكد عليه حاليا يعني من يكتب التاريخ عادة المنتصرون وليس المنهزمون صح؟ لا زي ما قلت كان يعني بيكتبوا المنتصر بقراءته وفيه قراءة المهزوم يعني مثلا السيرة الشعبية كتير منها بيعبر عن رؤية المغلوب على أمره فيه تاريخ ساعات بعض أحيانا المهزوم بيحاول يكتب التاريخ بطريقة تحول الهزيمة لنصر يعني يجي على حرب مثلا وانتصار كبير يقولك لا 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 دا إحنا الانتصارنا فيها